وفي الرمادي أعلن قائم ومقائم القضاء إبراهيم العوسج عن موافقة منظمة يوان ديب على مساعدة 3000 أرملة في المدينة وقال العوسج إن المساعدات ستكون عبارة عن منح مالية قدرها 500 إلى 1000 دولار لكل أرملة مشيرا إلى أن الأرامل المشمولات هن ممن فقدن أزواجهن نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية التي حدثت في الرمادي